اشتركوا في القناة الحضرين رأوا هذا ان هذا الدكتور عبدالعزيز عبدالله وكان المتحدث الاعلامي باسم الحركة والاستاذ محمد شعراوي هو مؤسس الحركة والمنصق العام والاستاذ طارق الاسكندراني هو المنصق المساعد للحركة وانا كمستشار قانوني لهذه الحركة بانني كلفت بان اكون مستشارا قانونيا لهذه الحركة هي حركة شعبية وطنية الغرض منها هو الحفاظ على امن هذه البلاد واقتصاد هذه البلاد والحفاظ على سأف جمهورية مصر العربية الذي يعيش تحته جميع مواطني جمهورية مصر العربية في حال انهياره لا يفرق ما بين مصري او مصرية او اخر اختصاص حركة نوريد هو فقط فقط بان نصلت الضوء على هذا الرجل الوطني هذا الرجل الوطني الذي ظهر في مرحلة كانت مصر فعلا في مرحلة حرب فيها لم يظهر اي رجل اخر فيها غير هذا الفريق اول عبدالفتاح السيسي وبالفعل كلف قواته بتأمين الشعب المصري وكانوا يموتون كل ساعة وكانت له كلماته المأثورة وهي لو احنا مش قادرين نحميكم احنا نروح نموت وتتقطع ايضين احسن فهذا الرجل هو الذي قد شال وحمل عبء هذه البلد على كتفيه في هذه المرحلة فبالتالي هو الجدير بان يكون رئيس الجمهورية اما من يوافق او من يرفض فله متلق الحرية في هذا اما الحرقة فستتوقف نشاطها حال الوصول بالشعب المصري الى توصيل الفريق اول عبدالفتاح السيسي الى هذا المنصب وله متلق الحرية ان يرفض ام يوافق فله متلق الحرية في هذا وللشعب المصري الرأي الاول والاخير في هذا الخطوات التالية هو توصيل هذه الحركة وهذه الاستمارات الى جموع الشعب المصري بجميع طوائفه بجميع اعماره بجميع وظائفه بجميع مؤسساته المعنية حتى يعلموا من هو الرئيس الوطني وان ظهر رئيسا وطنيا اخر اهلا به ولكن لابد ان يكون موازيا بالقياس لهذا الرجل الوطني